استخدام بسمة لأطفاله لطغيس طليق الأعلامية اللبنانية نضال الأحمدية تكشف السبب الحقيقي وراء انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني لو فيه فعلا فيه قضاء بس لو بيتشكوا عليها كانوا بيسحبوا الأطفال منها وقالت نضال الأحمدية من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسبها تامر حسني صديقي وحبيبي وبسمة طلبتها ما بتخلصش من تامر وانا كنت بحس بالاضطراب في العلاقة ومدى إحراق زوجته لي حتى انه تامر كان بيضطر يعمل بعض الأشياء علشان يداري على أفعلها ويكلم الصحفيين يشيلوا أخبار عنها وهي كانت بتفرض شروط عليه وهو بيسكت لان عنده أولاد تامر شخص بيحب الستر والعائلة خاصة انه عاشته العمر بعيد عن أبوه وأغلب الوقت مع أمه ونفسه يكون عائلة خالية من أي أخطاء وزنوب ويعيش أولاده أحلى حياة وهي اللي كانت بتعمله مشكلات في حياته وبتغير عليه واللي تقال عن خيانة تامر واللي قالته بسمة لما كتبت حصبي الله ونعمل وكيل فيك يا هالا كل الكلام ده مش مظبوط وبغض النظر عن المعلومات اللي مش ممكن تتعرف غير من تامر تامر قد إيه عنده شرف تامر ولا ممكن يحكي حتى معايا أنا أي كلمة وعيب جدا استخدام بسمة لأطفالها عشان تغيص طلقها تامر حسني ولو القضاء يفحص الأمر هياخد الأطفال منها لأن الحضانة لها شرطها ومقدستها واللعب بالأطفال زي القنبلة الموقوطة تستخدمها الأم وأصار تصريحات نضال الأحمدية الجدل حيث رأى الجمهور المتابع لخبر طلق سنائي تامر وبسمة كلام نضال فارغ ولا ينبني على صدق ومنحاز من طرف واحد متهمينها بأنها طلقت دفعة مالية من أجل الهجوم الجارح والقاسي اتجاه بسمة حيث اعتبرت نضال أن بسمة هي السبب في الانفصال بسبب مشاكلها اليومية وطلباتها اللي ما بتخلص